الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطبوب عليهم ولا الضالين ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا ضرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين وأقد اختطناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا العولى وما نحن بمنشدين فادوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم دبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا جرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين إن يوم لا يبني مولا عن مولا شيئا ولن ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزخوم طعام الأثيم كالمغل يضني في البكون كظل الحميم خذوه فاعدلوه إلى سواء الجحيم ثم صفوا فوق رحسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المدقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور العين يدعون فيها بكل فاكهة آمين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقهم وما يبرل من دابة آيات لقوم يمكنون وافتنا في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعدلون تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أتيم يسمع آيات الله تتنى عليه ثم يصر مستهبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتقدها غزوا أولئك لهم عذاب مهين من وراءهم جهنم ولا يبني عن ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا مدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجني الخلق فيه بأمره ولتبدأوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الضاج ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة رزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بضيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنمعت عليهم غير المطوب عليهم ولا الضالين ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وردى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين جذروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه عنه وجعل على بصله غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نمت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يغنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالبتم بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسق ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وطنكم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها كنتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومكواكم النار وعمالكم من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتقون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المطوب عليهم ولا الضالين حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائه الغفلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تجلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا صح مبين أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الوفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على بثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهددوا به فسيقولون هذا إفتم قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقابوا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه روها ووضعته روها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا تضعه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالدي أفن لكما أدعي دانني أن أفرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القر في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل يا درجات مما أعملوا وليموفيهم أعمالهم وهم لا يؤلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستجبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أندر قومهم بالأحراف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجدتنا لتأفكنا عن آلهتنا فاتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أدعمت عليهم غير المغرب عليهم ولا الضالين قال إنما العلم عند الله فأبلغكم ما أوسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ليح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي الغوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمحا وأبصارا وأفئدة فما أضنى عنهم سمحهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرآن صرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرآن الآلهة فالضلوا عنهم وذلك إذهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصدوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذلين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا الضالين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجلكم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى فلا إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبتوا إلا ساعة من ندار فلا هم فهل يهلك إلا القوم الفاسفون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إبتنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين كفروا وصلوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا ثم فداءا حتى تضع الحر أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إياك نصر الله ينصرهم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينبوا كيف كان عاطبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم خير المطوب عليهم ولا الضالين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الألهار والذين كفروا يتمتعون ويكلون كما تأكل الأنعام والنار مدوا لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلكناهم فلا ننصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كما زين له فوق عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المبتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصرفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين بوتوا العلم ماذا قال آلفا أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهم يعظمون إلا الساعة أن تأتيهم بغدة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصلاة المستقيم صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفل لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المقشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن تغليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحابكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تعين لهم رهد الشيطان سول لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم فكيف إذا تغفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسفط الله وكرموا رضانه فأحفط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أقضارهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضائلين ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرف أنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلغنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولنبلغ أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاء الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى أن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطئوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يترهم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهم وإن تؤمنوها تدعوا يبطئوا أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أطرانكم ها أنتم ها أولئك تدعوها لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيرهم ثم لا يكونوا أمسالكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قبوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعدم المنافقين والنافقات والمشركين والمشركات الطانين بالله ظل السوق عليهم دائرة السوق ورضب الله عليهم ولعلهم وأعدرهم جهنم وساءت مصيرا لله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره وتوفره وتسفعه بقرة وأصيلا ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة